تشهد منطقة زيت السورية التي تقتنها غالبية لبنانية توترا كبيرا بين آل جعفر وآل الجمل ففي الشهر الماضي قتل أحد مسؤولي حزب الله في المنطقة معاطي الجمل فقامت عائلة الجمل بعملية ثأرية أدت إلى مقتل المواطن محمد شامل جعفر مقتل جعفر دفع بآل جعفر إلى رفع الصقف وتهديد عشيرة الجمل بضرورة تسليم 26 شخصا من العشيرة وأن لا سيعمدون إلى شن هجوم مسلح على العائلة لترحيلهم من المنطقة التوتر دفع بعشائر البقاع الشمالي إلى تحريك الوسطات من أجل ترطيب الأجواء وتفادي وقوع معارك مسلحة المسعى العشائري وكب بتدخل عدد من قيادات حزب الله في المنطقة لحل الإشكال وقف الانتشار المسلح في الهرمل وريف القصير كما علمت الجديد أن الجيش السوري دخل على خط التهدئة ويسعى لتسليم قاتل محمد جعفر إلى الأمن اللبناني لسحب فتيل الفتنة من القرى الحدودية بين لبنان وسوريا والهرمل والإقصار ترجمة نانسي قنقر